أهلا بكم مشاهدين في الجولة الرياضية السريعة حيث يختتم المتخب الوطني بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش تدريباته اليوم في أسادس مساء على الملعب الرئيسي لإستاذ الجيش ببرج العرب وكان المتخب أدى تدريبه مساء ثلاثاء بمشاركة اللاعبين الأربعة والعشرين المختارين حيث من المقرر أن يخوض لقاء وديا أمام لايبيريا في أتاسع مساء الخميس استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في الثامن والحادي عشر من أكتوبر المقبل قال المدير الفني للمتخب الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش إنه تولى قيادة منتخب الفراعنة لتحقيق حلم الشعب المصري في التأهل لكأس العالم 2022 وأضاف كيروش في مؤتمر صحفي بستاد بورج العرب حول استعدادات المتخب الأول الوطني لتجربة لايبيريا الودية أن المتخب مطالب ببدل أقصى الجهد والإعداد الجيد من أجل حصد ست نقاط أمام ليبيا بالمجموعة السادسة بتصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفين لفريقه ليفر بول أمام مضيفه بورتو في المباشرة التي انتهت بفوز أريدز بخمسة أهداف مقابلة هدف وحيد ضمن منافسات دور المجموعات من دور أبطال أوروبا ليصل صلاح إلى هدفه الواحد والثلاثين يصبح ثاني أكثر فار أفريقي يسجل في هذه البطولة خلف ديدي دروكبا صاحب الأربعة وأربعين هدفا وبهذا الفوز رفع ليفر بول رصيده في الصدارة إلى ست نقاط فيما بقى رصيد بورتو بنقطة واحدة حقق فريق أتلتكو مادريد فوزا مثيرا على مضيفه ميلا بهدفين مقابل هدف المبارلة جمعتهما بملعب سانسيرو في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا تقدم رافيال لياول ميلان بالدقيقة العشرين ثم تعادل أنتوان غريزمان للأتلتي في الدقيقة الرابعة والثمانين ثم سجل سوارز مقددا هدف الفوز من رقلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليرتفع رصيد أتلتكو إلى أربع نقاط في المركز الثاني للمجموعات الثانية بينما ظل ميلا بالمركز الأخير بدون نقاط فاز فريق باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه منشستر سيتي الإنجليزي بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات بدور أبطال أوروبا اللاعب سنغالي أدريسا داي افتتح تسجيل لباريس ثم سجل نجم الأرجنطيني ميسي الهدف الثاني لسان جرمان والأول له مع فريقه الجديد وبهذه النتيجة تفع رصيد الفريق الفرنسي إلى أربع نقاط في صدرة المجموعة الأولى بينما توقف رصيد سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث فجر فريق شرف المولدوفي مفجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دور أبطال أوروبا عرف الفريق المولدوفي طريق شباك ريال مدريد ونجح في الخروج من الشوط الأول فائزا بهدف ورغم تعادل الفريق الإسباني لأن سبيستيان ناثيل نجح في تسجيل هدف الانتصار للشرف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني وبتلك النتيجة تفعى رصيد شرف للنقطة السادسة في صدرة ترتيب المجموعة الرابعة فيما توقف رصيد ريال مدريد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عادت بطولة الدور الفرنسي لكرة القدم لتشهد حضورا جماهريا كبير بعدما حرمتهم جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمدة عاما كامل من حضور المباريات في المدرجات الجماهير رجعت بإجراءات احترازية والتزاما بالسلامة والأمان ودخول ببطاقة المرور الصحية لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعده لنا مراسلنا في مرسيليا زميل خالط شقير نشاهد بعد غياب دام لأكثر من عام عادت الجماهير الفرنسية مرة أخرى لحضور مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد أن حرمتهم جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة من حضور المباريات لكن البطولة عادت هذا العام لتشهد حضورا جماهيريا كبيرا والتزاما بإجراءات السلامة عند الدخول ببطاقة المرور الصحية علينا احترام كل إجراءات الحظر الصحي والسلامة إذا أردنا أن تظل الملعب مفتوحة للجماهير وحتى نستمتع بلعبتنا المفضلة ويتسنى لنا تحضر أطفالنا للملعب بين ميسي ونيمار ومبابي نجوم باريس سان جرمان وشعبية وجماعية مارسيليا الذي يتسم لعبوه بالروح القتالية العالية تزداد سخونة أجواء البطولة لأسيما أجواء هذه المباراة بين أولمبيك مارسيليا والانس لا لا أشعر بالغيرة لغودي ميسي في باريس سان جرمان لا يهمنا هنا عندنا نجوم وسننتصر عليهم هنا في الرابع والعشرين من أكتوبر القادم فريق أم كما يفضل أن يلقبوه جماهيرة فريق مارسيليا وبفضل مدربه الحالي الأرجنتيني خورخي سانباولي أكد تفوقهم على أرضهم حيث لم يقصر في مبارياته الأحدى عشرة الأخيرة ففاز ثماني مرات مقابل ثلاث تعادلات إنه فريق جيد لعبون ممتازون ومدرب مميز للمؤكد أنه سيكون موسم جيد إلا أن المباراة فجرت مفاجأتها بهزيمة أولمبيك مارسيليا المفاجأة أمام لانس بثلاثة أهداف لهدفين للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم لم تختلف الأجواء قبل المباراة عن الحال بعدها فبالرغم من هزيمة فريق مارسيليا المفاجأة أمام لانس التي تمسكت جماهيره بتشجيع الفريق الذي أصبح في المركز الثالث بالبطولة بعد هذه الهزيمة نهاية هذه القولة السريعة من رياضة